بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين على ما نعيشه هذه الأيام من فرحة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الحبيبة العام ثمانية وثمانين وهذا كله من أجل هذا الوطن الشامخ الذي نتفيأ ظلال نهضته وتطوراته والحمد لله في ظل قيادة مولايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله ومن خلال هذه الأفراح باليوم الوطني كلفني طلاب العلم محملوني بلا شك مهمة لابد أن أقولها وأن وصلها إن شاء الله وتصل بحول الله وقوته إلى مولايا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الطلاب والطالبات ومنهم أبنائي وبناتي ولله الحمد مشاعرهم لا توصف فقد وجدتهم اليوم وهم يعبرون عن فرحتهم ولكن كلفوني قالوا بأنك توصل لنا التهاني والتبريك إلى قادتنا وإلى أميرنا وفرحتنا وتشكر لنا الملك سلمان الذي أعطانا إجازة على إجازة يوم الأحد لنتمتع بماذا؟ بفرحة الوطن وعيد الوطن ويوم الوطن الحقيقة متعلمين في المتوسطة وفي الثانوية الناس قد يكون كبار عارفين قلت لهم هذا أحسن شيء وأنا مستعد فجئت مباشرة وصارعت لأقدم مشاعرهم الفياضة وتهانيهم وتبركاتهم مع تهانية والتبركات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والأمير محمد بن ناصر يحفظهم الله ويحفظ حكومتنا الرشيدة وبلادنا الحبيبة فالشباب مبسوطين جدا من هذه الإجازة ومن فرحة الوطن أصبح قال عندنا الآن يقولون عندنا فرحتين فرحة الوطن وفرحة الإجازة بأن نحن نحتفل بالوطن والوطن يستحق مننا كل خير فقلت لهم الآن إذن هذه مشاعركم الطيبة إن شاء الله توصل ولكن جدوا واشتهدوا في العلم من أجل خدمة الوطن لأن الوطن يستحق مننا الكثير ليس شعارات نرفعها أو كلام يقال أو خطب أو شعر لا الوطن نفديه بأرواحنا بأموالنا بأنفسنا بكل ما نستطيع لأن الوطن هو المكان الذي تعيش فيه وهو المكان الذي تحيا عليه وهو المكان الذي أنت ترفع راسك فيه وأرفع راسك التسعودي يعني دام عزك يا وطن الوطن ما فيه كلام كلنا في داله وكلنا من أجله نضحي بأنفسنا وبكل غالي ونفيس من أجل صد الأعداء عنه لأنه إنسان بلا وطن خلص لا مكان له من الإعراب خلص منتهي يعني يصبح لا قيمة له ويصبح مشرد ضائع ويكفي عبراً ومواعظ لنا يا أبنائنا ويا طلابنا ويا مستمعينا ويا متابعينا أنه الآن يكفينا عبر ونماذج أمامنا هذه المصائب والكوارث التي تحصل في الأوطان التي يحصل فيها ما يحصل من كوارث فأحنا الحمد لله في نهضة وفي نعمة وفي أمن وأمان الأمن والأمان هذا الذي نعيشه أكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى والخير موجود والحمد لله وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوى مكره فلهذا الآن أقدم كل تهاني الشباب والشابات والطلاب والطالبات إلى حكومتنا الرشيدة بهذه المناسبة وأسأل الله أن يحفظهم ويحفظ وطننا الغالي ودام عزك يا وطن ترجمة نانسي قنقر